موسيقى تقشير البشرة وتفتح لونها تضيف توهج للوجه هذا القناع يجعلك تبدين أصغر بسنوات تبدين شابة صغيرة هو عبارة عن روتين من خلطة مميزة جدا ورائعة وبعدها يأتي دهان للبشرة ممتاز أيضا تابعوني أخواتي مع خطوات هذا الروتين أولا نحتاج إلى الزبادي الياغورت الطبيعي الروب الطبيعي كل بلد كيف يسميه طبيعي وليس حلو دانون مسوس مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي نضيف لها العسل العسل من أفضل مكونات التي تحافظ على نعومة ومرونة الجد يحب مادة ثانية يتفاعل معها لا تستعمله وحده يؤذي البشرة لازم يكون مادة ثانية يتفاعل معها ضرورة تعمل المكونات كما هي نحتاج إلى كبسولات الفيتامين اي ثنين كبسولات أو زيت الفيتامين اي اختاري منهم أحدهما نضيف الكركم يقلل من تصبغ الجلد يجعل البشرة مضيئة يجعلك تبدين شابة الكركم رائع لا تخافي من اللون الأصفر للكركم سوف يزول فقط اشتريه من عطار يكون ثقة أو اطلبي من العطار يطحن أمامك او اشتريه اعود واتحنه في البيت نعملكم شيوم فيديو كيف يصطحن الكركم وجعله بودر نصف ملعقة موسيقى طريقة الاستعمال ضعي بخار خفيف على البشرة من أجل فتح المسام ولو مرة في الأسبوع او بللي بفوطة في ماء دافي موسيقى موسيقى من أجل أن تتفتح المسام هكذا جيدا ثم طبق الماسك موسيقى 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 وكرر العملية بماء بارد ورش ماء الورد أو ماء البابونج أو مغلى الأرز أو أي نوع تونر متواجد عندك أو مرر كما ذات من الحليب والعسل بعده تحصلي على نتائج ممتازة يعطيك ترطيب خيال توهج في البشرة تحسي بالنظارة بالنعومة يزيلك التصبغ يفتح لك اللون ويشد التجاعد يزيلها يخفف من الخطوط الدقيقة والرقيقة لأن كل مكوناته غانية وفي مصلحة البشرة صالح لجميع الأعمار أصنع كمية كفيك لثلاث استعمالات وبعدها أصنع كمية جديدة خبها طبعا في باب الثلاجة في علبة مقفلة يعني ممنوع دخول الهواء إليها إذا استعملت 20 دقيقة أستعمله يومئي ويوملة أما إذا استعملت ربع ساعة أستعمله يوميا يعطيك نتائج رائعة ننتقل الآن إلى الخلطة الموالية التي تتبع هذا الروتين استعمليها في الليل تابعوني أخواتي هذا الروتين إذا استعملته في الليل تختفي الندوب والحفر والتجاعد من الوجه والتصبغات تابعوني أخواتي في طريقة استعماله عندنا لكركم أيضا لكركم حكيت عن فوائده في بداية الفيديو استعملي فقط منه القليل جدا نضيف له زيت جونسون للأطفال ملعقة كبيرة من زيت جونسون للأطفال ممتازة في الترتيب تزيل القشور من الوجه الجفاف من الوجه ترطب لأنها أصلا مستعملة للأطفال أصلا هي زيت البيبي لذلك هي آمنة على بشرة الكبار أضيفها إلى الكوركم ونضيف أيضا ملعقة من العسل العسل حكيت عنه في بداية الفيديو طبعا إذا ما عندكم ش مكونات هذا الروتين هناك موسوعة من الخلاطات في قناتي اختاروا منها المتواجد عندكم هنا نعطي لكم موسوعة وأنتم لكنا الإختيار حسب الميزانية وحسب الإمكانيات وحسب المتواجد عندكم يزيل الخطوط الرقيقة يزيل التجاعد يزيل الندوب الحفر من الوجه يسقل الوجه يعطيه نقاء الشراقة توهج طريقة استعماله لا تستعمله في النهار لأن فيزي جونسون استعمله في المساء في الليل يطبق على البشرة نظيفة أعملي به مصاش خفيفة طبعا بإمكانكم وضعه حتى على دائرة العينين على الوجه الكامل على الراقبة وعلى اليدين أتركيه لمدة ربع ساعة عشرين دقيقة ثم أزيله بماء دافي وكرر العملية بماء بارد ورشي التونر وقوم بالترطيب هذا اختيار لللواتي ليس لديهن مكونات المسك الأول أو ليس لديهن الوقت للخلطات في النهار استعمله في الليل المسك هذا استعمله كل ليلة أو يمئه ويبلع لكن الاختيار ونعطيكم الآن أنواح من الترطيب بإمكانكم أن تعملوا مزيج بين الزيت اللوز لحلو وزيت جونسون للأطفال وزيت الفيتامين اي أو كابسولات الفيتامين اي هذه أو أي نوع مركمة وجدة عندكم أو اضيفوا له زيت جونس الهند أو تستعملوا أي زيت مرطبة خاصة بالبشرة أو كريمكم المرطب الليلي لكن ضروري في الليلة تستعملوا السيروم وبعد السيروم تنتظروا قليلا وتستعملوا المرطب الليلي عملت لكم سيروم رائع للبشرة نترك لكم الرابط في صندوق الوصف أو استعملوا السيروم الخاص بكم يعني المراحل هذه ضرورية التونر وبعد السيروم وبعد السيروم يأتي الترطيب الليلي هذا إجباري وضروري يوميا تستعمله من أجل الحفاظ على بشرة الشابة وروتين اليوم يزيلكم البقعة الداكنة يزيلكم التجاعد علامات الشخوخة علامات الضحك الندوب الحفار في الوجه أي تصبغات أي شوائب موجودة في الوجه يوحد اللون يفتح اللون ويوحد اللون للواتي تريدنا التفتيح يعطيها لون رائع وللواتي تريدنا توحيد لون الوجه حتى لو تبقى الصمراء يعطيها توحيد رائع للون اهتموا ببشرتكم اهتموا بها صيفا وشتاءا اهتموا بها من ناحية الغذاء الصحي النوم الكافي الممارسة الرياضة ممارسة تمرين اليوغا للوجه من أجل تحفيز جريان الدم وتدفق الأكسجين إلى البشرة اهتموا بها وعملوا الهويقاية أزيلوا الماكياش قبل النوم ضعوا التونر مناسب للوجه ضعوا السيروم مناسب أيضا رطبوا الوجه رطبوه داخليا بشرب لترين من الماء يوميا على الأقل وتناولوا الخضروات أنعشوا البشرة من الداخل وأنعشوها من الخارج بالوصفات الطبيعية والعناية اليومية أعملوا وقاية من شبح الشيخوخة أبعدوا شبح الشيخوخة عنكم وأيضا أعملوا وقاية من عمليات الفيلر والبوتوكس المكلفة الثمن التي تعطي أضرار جانبية على الوجه الوصفات الطبيعية تعطيك النظارة تعطيك الإشراقة فقط اختاري المناسب لبشرتك وأحسن استعماله ووقت استعماله وطريقة استعماله وجودة المكونات والمداومة طبعا شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة